أهلاً وسهلاً بكم مجدداً في صباحك ميسك وبعد هذه الجولة التفقودية الجميلة التي تمتعنا بها مع أحبابنا المعلقين والمتابعين نرحب بضيفنا في الأستاذ لؤي الأزعط المحامي أستاذ لؤي سعيد صباحك صباح النور أهلاً وسهلاً بكم أستاذ لؤي موضوعنا اليوم عن موضوع الميراث في تركيا وموضوع الورثة وهو من القضايا الشائكة خاصة إلى بعدين شائكين البعد الأول فكرة أنه هو قانون مدني معين ونحن مثلاً تطبيق شرعي في الدول العربية نحن نريد عادةً دولنا وإن كان ما كان فيه تطبيق شريعة بس على الأقل كان المواريث هذا النظام هذا موضوع شائك أولاً لك موضوع شائك آخر له علاقة بإجراءات قانونية تتعلق بإثبات هذا الحق أحياناً بيكون مثلاً يعني بنسمع كثير قصص هو معه جنسية فرضاً أخذ جنسية أولاده لسه ما أخذوا في مشكلة بإثبات مثلاً بدفتر عائلة بإثبات هذه العائلة فإذا توفى هو ما في إثبات أنه هدو الأبو لأنه تغيي يعني في عدة مضايا في عنا في نقول بعدين لنشوف الوقت قديش حيسمح لنا نتناول منهم وما تبقى طبعاً قد نكمله في لقاء آخر لأنه الموضوع يعني مهم جداً وجواري فخلينا نبدأ مع الشق الأول خلينا نقول موضوع الإرث بين النظام المدني الموجود هنا وبين نحن رغبة العرب في أنه يكون حسب الشريعة أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الله أعطيكم عافية شكركم على الدعوة بالفعل موضوع كثير مهم وصار موضوع هو ما له شيء موضوع واضح في قانون بنظمه في تركيا رقم 5918 بنظم قانون إرث الأجانب القائمين أو المقيمين في تركيا الإرث هو انتقال مال المتوفى إلى ورثته بكل بساطة من أموال غير منقولة وأموال منقولة طيب أنا كأجنبي مقيم في تركيا معي جنسية أو معي جنسية هل في حال تم انتقال الوجهة الله تعالى هل في مشكلة عنده بصير أبدا هل حقي اللي أنا آغده ومعي ورقة رسمية من الدولة هل حدا ممكن يحط إيده أو تم استملاكه قبل الدولة أبدا حقك محفوظ في تركيا وفي كل دول العالم الشيء اللي يحلي بصير وهذا قانون بيتم أخذ ضريبة على الميراث وهذا موجود في كل دول العالم ما في شيء غير طبعا إحنا في عنا هون شقين حكينا شقي بتعلق بالأجانب وشقي بتعلق بالسوريين دائما سوريين لهم حالة خاصة شعب متميز يعني ومتفرد يعني دائما في لهم استثناءات خاصة في لهم إجراءات خاصة أما الأجانب قانون واحد ثابت من نظمه القانون حكينا عنه ضمن المادة عشرين ستركزنا على المادة عشرين بتقول في حال وفاة الأجنبي المقيم في تركيا أو الأجنبي الغير مقيم ولكن عنده عقارات عنده أموال في تركيا بيتم نقل أمواله إلى ورثته بموجب حص القرث بيجيبه من دولته مصري عراقي الذي هو بيتم تطبيق ضمن الحصص الموجودة بحص القرث الخاص فيه المحضر من دولته بورقة رسمية مصدقة على العقارات المنقولة أموال في البنك سيارات الشركات عنده حصص الشركة الموجودة أما العقار بيتم توزيعه على الورثة ضمن القانون التركي والقانون التركي هو يعتبق قانون مدني موضوع وليس شرعي كما عنا موجود في الدول العربية يعني توزيع الحصص بالتساوي المشكلة أو هم ما في مشكلة عنا هل حقي بيروح أبدا محفوظ بورقة رسمية هاي النقطة المهمة آه تمام إذن أنا النقطة الأولى أنه الحق محفوظ هاي أولا ثانيا أنه هو عم جيب حصر إرث من دولة فبالتالي من دولتي وبالتالي سيوزع حسب حصر الإرث بيصدر من المحكمة الشرعية في دولتك بيتم تزيقه من الدوائر المختصة وبيحضروا لهون في معاملة بيتم هون لإكساب هالقانون أو الورقة الأجنبية صيغة تنفيذ في تركيا وبعدها منروح في على دائرة الضريبة إلى الطابو إلى البنك ومنوزع الحصص طيب سؤال بهذا نفس السياق يعني ماذا لو كان هذا الأجنبي مجنس هل بيضل عنده نفس هذا الحق ولا بيصير أنت بدأك تخضع على القانون التركي حتى لو كان مجنس بينتقل ويتطبق عليه قانون التركي التركي الفكرة إذا أنت أنا مجنس أموري بخير هل إحنا نحن نحكي على الأجانب غير السوريين أنا مجنس طبع عليه قانون تركي أنا أجنبي يتطبق عليه قانون قانون بلدي بالنسبة الأموال المنقولة إيه إنت في مشكلة لما يكون الشخص متوفى ما عنده ولا في أبدا إيه واته العقارات تاخده هاي النقطة الوحيد طبعا ما عندنا شخص ما عنده ورثة ما صارت هي ولكن موجودة بالقانون يعني أنا سؤالي ماذا لو كان هو مجنس تمام نحن قررنا أنه حقه لن يضيع لن يتم الاستيلاء عليه بس ماذا لو كان أنا هو يريد أن توزع وفق آلية معينة لا يريد أن توزع وفق الله هل لديه هذا نعم القانون لا القانون بيقول لك أنا كل شيء عقارات غير منقولة أو كل شيء أموال غير منقولة توزع بموجب قانوننا نعم التركي كل شيء أموال منقولة توزع بموجب حصص انتجابة وضمن الحصص الموجودة عندك في الورقة فهنا بيعتمدوا على أسماء الأشخاص الموجودين تمام وليس على الحصص بالنسبة لأموال غير منقولة نعم 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 يعني ليس لدينا يعني كأجنبي أو مجنس ليس لديه الحق مثلا قبل وفاته أنه يعني حتى نحن في الشريعة في عندي شيء اسمه أنه وصية هاي ديك الدخية هلا في نظام الوصاية وبيقول قانون تركي قد تطبق الوصاية ضمن قانون دولته يعني ليس القانون التركي أنا جاي بوصاية معترف فيها تطبق ضمن قانون دولة المتوفة ما في أي مشكلة عليها يعني دائما لا يستطيع إلا أن يعود إما يعني إما قانون تركي أو يعود إلى دولته لا يستطيع يعني سؤال آخر ما في اختيار أنا بدي هذا أنا كتركي أنا بدي هذا يعني لو تركي تركي ما له أي دوق القانون التركي لا يستطيع لا يستطيع لا يستطيع أنا بدي وزعه بطريقة معينة هذا بيصير باتفاق بين الورثة في نظام اتفاقي بين الورثة بعض الأحيان بيتم توزيع الأرض أنا مثلا بأخذ العقارات أخي بيأخذ حسابات فلان بيأخذ السيارات أو هذا الشيء وارد في تركيا بنظام اتفاق معين بيصير بنظام بوقعا أمام النوتر بيتم توزيعه ضمن الحصص الرسمية الموجودة في القانون بين الورثة بيتم توزيع الشيء بالدنيا هذا إذا كان في اتفاق لما يكون في خلاف هو موضوع بين المحاكم وبرجع القانون برجع القانون جميل جميل الآن صارت واضحة الآن نأتي إلى الجانب السوري ولا قلت أن هنا في عندك تشعب نكمل شوي بالنسبة ل موضوع الأجانب خلينا نحكي عن موضوع الضريبة الضريبة بتقول لحنا في حال تم وفاة أي شخص أجنبي أو أي شخص تركي توزيع في ضريبة على العقار على الميراس على الأموال كلها بتجمع أمواله ضريبة هي بتصل لنظام الشرائح ضمن قيمة معينة بتاخد واحد المية بتزيد القيمة مثلا لثلاثمئة وتمين ألف إذا كانت قيمة الحصص بتاخد ضريبة دولة واحد المية في حال كانت وصلت لتسعمائة ألف تاخد ثلاثمئة زادت ل المليون وتسعمائة بتاخد خمسة مئة وهكذا نعم متصاعدة يعني حسب متصاعدة حسب الحصة والإجمالي الإجمالي الإجمالي وضريبة الدولة الإجمالي من كامل الإرث نعم جميلة هذه النقطة هو كنظام إرث توزيع يعني لو توفي الرجل يعني هل يوزع للأطفال ولا ماذا زوجتهم موجودة تعتبر كل شيء لها إلى أن يذكر في حصص إرث الأطفال والكبار ولكن دائما أطفال لهم قانون خاص الأطفال الأشخاص لهم قانون خاص ينظم مين الوصي عليهم مين الولي عليهم بتنظام محكمة هل كان فيه موجود مثلا والدتون عمون جدون هذا النظام القانوني معين له التفاصيل أخرى أكيد أكيد يعني زي سفتنا أكيد في هالتفاصيل إلى حلقات إلى حلقات إذا نأتي الآن بالنسبة للسوريين قلت أن هناك تفصيل مختلف هناك وضع مختلف ما هو هذا الوضع المختلف وإلى أي مدى هو لأنه هو يمكن أكثر شيء حاليا مؤخرا بحكم موجود الجاري الأكبر الأجنبي في تركيا هي الجاري السورية وبالفعل في أشخاص كثير متملكين معهم جنسيات غير سورية سودانية أو جنسيات أخرى أو أخذ جنسيات تركية طبعا السوري ما بيحق له يتملك في تركيا أبدا ولا في أي قانون ولا في أي إسسناء ولا في أي شيء هاي نقطة صحيح هو الحصول لا يتملك إلا عادة من خلال شركة الشركة الشركة هو شخص اعتباري مثلي مثلك اسمه شخص اعتباري أنا اسمي شخص طبيعي نعم مثلي مثل على تمام هو بيتملك اي ومنحكي بتفصيلة بسوريا صار في قانون في عام 1958 المعاملة بالمثل تم وضع يد الحكومة السورية على أملاك الأتراك في سوريا فبالمثل يطلع قرار في تركيا وضع يد الحكومة التركية على أملاك السوريين في تركيا نعم وضع اليد ما هو يتم وضع إشارة على صحيفة العقار يعني العقار إلي أنا مستفاد منه قاعد فيه أو عم اشتغل فيه اللي هو حالتين يا أما فقط وضع إشارة من غير استملاك يا أما استعماله وتحويل موارده المالية إلى الورثة فالحنا عارفين لدينا حالتين بالنسبة للسوريين أنا عندي شخص عنده شقة معينة توفى صاحبة الورثة كلهم سوريين فقاعدين من الشقة ما بطلعون دولة ولكن في الصحيفة ما فيك تصرف العقار لا فيك تبيعه ولا فيك تعمله هبا ولا تعمله أي شيء آه طمام لهم حق الانتفاع به فقط نعم أو ممكن يكون العقار تجاري ممكن يكون أرض مهمة فبتأخذ الدولة على العقار هات وبتحول عوائده المالية إلى الورثة الورثة فالسوريين مالا أي طريقة لتملك العقار سواء بالشراء أو الهبا أو الويصاية أو الارث حق السوري واقف وليس لأنه سوري بمعنى لو بالنسبة لو كان مال كانوا بيعطويا لو المال في حال متوفق السوري عنده شركات عنده سيارات عنده أمواب البنك ما عندك أي مشكلة ينتقلوا ضمن قانون حصل بيجي من سوريا نعم أما العقارات فقط في عنا مشكلة فقط غير مقول لا يحق له التملو بموجب قانون المعامب المثل بس طب هالقانون هذا ممكن يتعالج بترجع عقارات كلة الأصحابة نعم نحن في مشكلتين كانت بين الدولة السورية والدولة التركية موضوع المياه وموضوع العقارات نعم فهي عم تتعالج وطبعا أنا عندي كتاب تم توجيهه بـ 2018 من مديرية النفوس والجنسية لمديرية الطابو والإدارة العقارية بإعادة النظر بموضوع تملك السوريين في تركيا من 2018 نعم فالموضوع بالدراسة بالتقييم ما في أي نتيجة للساعة نعم قد يطلع قد ما يطلع ما عنا فكرة بصراحة ولكن في دراسة داخلية أنه هل في ممكن يكون في تغيير يكون في أعادة كذا ما نعرف نعم هذا يعني كيف كان يتملك السوري والذي كان مجنس أولاده غير مجنسين العقار السوري متملك من زمان السوري المتمل 好 له يكون معه جنسية أخرى معه جنسية أخرى ما بكون متملك على جنسية السورية العقارات السورية الموجودة الموضوع يد الحكومة التركية عليه عقارات قديمة متملكين قدام ولا يس الجدد جدد مافي عنه جدد مافي أصلا مافي عنه له أصلا Phillips يكون متملك. نعم. إلا في الحالة لو فرضاً هو أخذ جنسية وأولاده ما أخذوا جنسية. وقتها بدينتقل في حال وفاته الارث للورثة والورثة كلها تنسوريين فلا يمكن أو جزء منهم سوريين بيطبق نفس القانون. نفس القانون بيرجع حتى في مادة يعني هي كمان هي المادة بالفعل خطيرة شوي كانت أنه لو كان معه الجنسية تركية أو معه جنسية أخرى من أي جنسيات العالم ولكن أصله سوري آه نعم هذا أيضاً هذه مادة واضحة. مادة واضحة معلأسف. يعني من حيث المبدأ هذه المادة موجودة. لها الحق بوضع إشارة. خزينة الدولة تضع إشارة على صحيفة العقار. وهل هذا الأمر يعني مطبق وردتك حالاته أو لهو قرار موجود من خمسين سنة إلى. قرار موجود وتم تطبيقه في بعض الحالات. آه. نعم. يعني أنه هو معه جنسية أخرى ومع ذلك لأنه أصله سوري تم وضع اليد عليه. نعم. بمعنى أنه له حق الانتفاع لكن ليس له حق التملوك أو التصرف. نعم. ما تم أخذ العقارات من صحابه. نعم. هذه نقطة مهمة. ولكن تم تم توجيه كتاب من خزينة الدولة لإدارة الطابو. نعم. والأملاك العقارية بوضع إشارة. نعم. إشارة على العقار وليس استملاك. نعم. الاستملاك شيء آخر. الاستملاك هو بيجي على العقارات كاملة. بيتم دفع بدل استملاك للأشخاص لإستملاك عقاراتهم. قانون اسملاك عالية موجودة كما كامل يعني. نعم. ما في عليه مشكلة. اسملاك كويس ياريت كون في استملاك. نعم. نعم. يعني ياريت. بيتم تقييم العقار. تقييم بيساره الحقيقي الرائج بدل الموجود فيه. بيعطوا حقه. بيعطوا حقه. هون وضع إشارة فقط. انت استفاد منه. لست لا تصرف فيه. نعم. هاي مشكلة. هاي مشكلة ممكن واحد يتواجهه. أستاذ بيلال يعني الوقت دائما يمر على الهوى أسرع من الوقت الحقيقي. أكيد هناك تفاصيل أخرى بنحب أنه يعني نسمع. لعلنا بأقرب فرصة ممكن الأسبوع القادم حتى نستكمل بعض الأمور. لأنه عنده الإنسان فضول يتعرف على هذه القضايا وكلنا من نهاية معرضين. يعني لمنا ما حدا بعيد عن عن مثل هذه الأمور. الله بيحفظ جارة بجميع أهلنا وأحبابنا وأهلكم وأحبابكم. لكن الوعي بهذه الأمور أمر مهم حتى لا نقع في أشكالات مستقبلة. أستاذ لؤي سعداء بك مرة أخرى في صباحك مسك وتشرفنا بك الله يساعدك يا رب. صباحك مسك وفل وعنبر وأنا سعيد وتشرفت وإن شاء الله بالحلقات القادمة منكم الأمور كيف الشخص يحمي حاله. لأنه العقار اللي اشترا من جهده ومن تعبه ومن أمواله واشترا كل ما يأمل حاله ويأمل ولاده كيف يحمي حاله. نعم. في طرق طبعا موجودة. أكيد. القانون دائما عاطي مجال لكل شيء. أكيد. نحكي فيه إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أحبابي المتابعين هيكم وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة. وصباحكم مسك.